الهدروف الصناعي بيؤدي تقريباً 95% من وظايا في الهدروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90% الجراحة اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنزار والميكروسكوب ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمودة الفقرية الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة مدير مستشفى نيورسباين للجراحات المتخصصة أهلا بكم حياة النهاردة موضوع مهم جدا لأنه في كل عقل مصري وعربي محفور بعض الأفكار الثبتة حوالين العمليات التي تتعامل مع العمود الفقري من انزلاق ظروفي وخلافه وخلينا أكلمكم بلغة بسيطة خالصة أي حد عنده مشكلة في العمود الفقري المشكلة ممكن تتعالج طبيا وممكن تتعالج جراحية المشكلة تصل إلى مرحلة أنه لا يمكن علاجها طبيا ينبغي أن يكون هناك تدخل جراحي تعال أي واحد عنده أي مشكلة في ظهره قوله أنه نعمل لك عملية جراحية أول جملة هيرد عليك بها هيرد عليك بجمل من نوعية ده خبر سيء طبعا عيات وبكاء وممكن كمان انهيار صدمة عصبية عند الناس اللي عندهم رباطت كأش شوية انفعال نفسي جمل بقى فيها توقع الأسوأ والآخر تحاول تقنعه أنه فيه انتقال رهيب في نوعية وأداء هذه العمليات الجراحية وأن التكنولوجيا والمهارة في مصر موجودة مثلها مثل الموجود في أوروبا ده مش من السهل يدخل فأقول كتير فيه ناس اللي مرت بالتجربة أو حد قريب منهم مر بالتجربة عارفين ده ومصدقين ومؤمنين بيه جدا لكن احنا علينا أن احنا ننشر هذا المعنى ننشره بواقعه كل واحد عنده تجربة عملية من العمليات دي لازم يكلم اللي حواليه عنها ويقول أنه عملها بالشكل دوت وأنها نجحت وأنه قادر يمشي ويقف في وسطهم فكرة الإنسان اللي بيخبي النوعية دي من العمليات أو يدريها أو هو كويس فمش عايز يقول أنه عملها وبقى كويس عشان العين الكلام دوت على فكرة بيدر الناس كتير من المفروض يتعمل لهم عملية مترددين أو بيلقوا بأنفسهم في براس ما يسمى بالوهم الخارجي والخواجة بمرنيتة وبيروح في حياتة ممكن يتنصب عليه أو يتعمل له حاجة مش جيدة على الإطلاق المعنى دوت هترحه على ضيف العزيز وخصوصا أنه واحد من الأستاذة الكبار في هذا المجال وطبعا واحد من اللي حملوا على عطقهم شرح عمليات العمود الفقري بالتفصيل في الإحلام العربي ورائد في هذه النوعية من الأحديث وأيضا على المستوى الأكاديمي والكلينيكي يحدث والحرك فهو أستاذ الأسازة وصاحب المهارة المتميزة مصريا وعربيا وعالميا أستاذنا أستاذ دكتوريوس الحميل أهلا بيك أستاذنا أهلا بيك منور الناس الحال أهلا بيك يعني المعنى قبل ما أدخل المعنى اللي أنا قلته ده صح؟ حقيقة ده واقع إن إحنا الناس تعودت إنها تشوف عمليات العمود الفقري دي شبح كبير جدا ودايما الإنسان لما ما بيعرفش حاجة بيخاف منها عمليات العمود الفقري كونها ليست مفهومة إلى حد كبير جدا عند كثير من الناس كونها فيها كثير من الثقافات المغلوطة واللي مش مفهومة صح كون في بعض الأمثلة من هذه العمليات مش صح وأمثلة مش كويسة يعني كل ده بيساهم بشكل كبير جدا في إن الناس تحط صورة سيئة لعمليات العمود الفقري إذن سنذهب في حوار مهم ومثير وشديد الأهمية عند اللي عندهم مش شاكل في عمود الفقري هيهتموا عند أقاربهم أعتقد إنهم هيحصل لهم النهاردة اكتفاء معلوماتي هام جدا وخصوصا من أقمة علمية كبيرة فنبدأ معه بالأبيض والأسود والرمادي الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90% وأيضا بنتائج رائعة إذا تمت في مكان مجهز مؤهل يمتلك قدرة هذه العمليات طبعا أبيض يعني هو الجراحات محدودة التدخل عايز أقول إن اللي يتكلم عنها أو اللي يقول فيها هم الناس اللي بيعبلوها هم الناس اللي عندهم الإمكانات العظيمة لإجراء مثل هذه الجراحات الجراحات دي جراحات عايزة جراح متمكن ودايما بقول يا جماعة الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنزار والمايكروسكوب ويقدر يستخدم تقنيات الليزر والجراحات الملاحية ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون أمال هو ليه بيعمل الحاجات دي ده نوع من التطور في شغل نوع من التقدم نوع من التوفير على المريض في أشياء كثيرة جدا ليس التوفير المادي ولكن التوفير الصحي إنه هو بيعمل العملية بتاخد وقت وليل المريض فترة النقاعة بتبقى وليلة الأهم من ذلك إن المريض بيرجع بالجراحات دي إلى وضعه الطبيعي أقرب ما يكون إلى الطبيعي من أي جراحة تانية تبليه الناس بتنتقد الجراحات دي كل اللي بينتقدوا الجراحات دي يقولوا إنها بتقتصر على نسبة قليلة دولناس عمرهم ما مارسوا هذه الجراحات وكلام ده في غاية الأهمية الناس اللي بتاخد العيان تتفق معاه على عملية وتوديه أي مستشفى أو أي مكان غير مجهز من مصلحته إنه هو يقول الكلام ده ويعني يتكلم عن الجراحات دي وكأنها حاجة أقل من اللازم يعني بيوصفها للمريض ده كأن المريض بيعمل عملية نقصة مش كاملة لو إحنا بص نقف الفيديو هنا هنبص هنلاقي دول عمليتين جراحيتين لنفس الغرن ونفس السمام انزلاق غضروفي مع توسيع القرار العصبية لكن شوف هنا لما بيعمل عملية بالمنظر شوف شكل الفتحة قديه شوف شكل العملية قديه شوف المريض بيفقد أنسجة أو اختراق الأنسجة الطبيعية اللي ربنا عملها والتغيير فيها هنا قديه وهنا قديه طبعا الجراحات بالمنظر بتقتصر على إن أنا أتعامل مع المرض فقط لغير دون أن أحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري وبالتالي أنا لما أطلع من العملية أجريت عملية استعصالة الغضروف زي ما إحنا شايفين فقط الغضروف من غير ما شيل عضم من الظهر من غير ما أقل كفاءة العمود الفقري المريض ده هيطلع يتحرك هيطلع من العملية أجري العملية وكأنه لم يفقد أي شيء وبالفعل هو لم يفقد أي شيء من الحاجات الطبيعية اللي ربنا عملها وبالتالي هيطلع يتحرك بسرعة هيعمل كل حاجة مش هيبقى عنده قصور في الحركة مش هيبقى خايف يوطي مش هيبقى ممنوع يوطي ولا في كل حركة محتاج يلبس حزام إيه الفرق إن دي جراحة مكلفة جراحات محدودة التدخل بالمناسبة من الجراحات المكلفة جدا عايزة إمكانات عالية عايزة مستشفى مجهز من نوعين أكثر وهي تجهيزاتها واستهلاكاتها أعلى بكثير جدا من الجراحات العادية بس الصلاح المريض في النهاية طبعا التزحسح الفقاري كلمة أو مرض بقى منتشر دلوقتي في المجتمع المصري زادت حالاته ويوصف بأنه حالة صعبة الكلام ده أبيض ورسوه 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 طبعا هو ازدياد عدد الحالات زيادة ليست حقيقية لأن إحنا بقينا بنشخص كل الحالات فالزيادة دي نتيجة التقدم في وسائل التشخيص ما بقاش في حالات بتتشخص مرض تاني وبالتالي كل الحالات اللي عندهم تزحسوا بيتعرفوا أما بقى أكونوا إنه هو حاجة خطيرة هو ليست أشياء من الحاجات الخطيرة دايما بقول إن المرضى هم اللي بيحطوا نفسهم في حيز الخطر لما يبقى عندك حاجة بسيطة وهتتعمل بطريقة جراحية لطيفة جدا عملية بحدودة التدخل في أول المرض وتقعد تستنى تقول لا لا ما صلنا كويس ما أصلنا بقدر أشتغل ما أصلنا ما بيجليش الواجهة ده باستمرار ما أصل فلان اللي عمل العملية في المستشفى يا جماعة مش معنى إن حد عمل عملية في مكان خطأ وبأيدي أنا آسف يعني غير متدربة جيدا يبقى كل العمليات كده العبرة إنه إحنا لما نعمل عملية في وقت مبكر وفي الوقت المناسب ولما نعمل العملية بأصولها في الأماكن اللي هي مخصصة لهذا وبالشكل العلمي الصحيح النتاج دايما بتبقى هيلة بما إنك دائما كأستاذ جامعي يعني لا تاريخ طويل جدا تمتلك كمان النظر الحامة للحدث وللواقع في محيط أعمال المخوى الأعصاب في المجال العام والخاص وكان بيعجبني دايما نقدك للخطأ فأكيد منطقة المتهم والجاني والبريد جاني على نفسه وعلى المريض ليه جاني دايما العلم يحب الناس اللي بتتعمق فيه ودايما يعني بيقولوا من قاله لا أعلم فقط تتقفت اللي ما يعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل الجراحات بالمنظر اللي ما بيستخدمش تقنية المايكروسكوب في العمليات الجراحية حتى هذه اللحظة وأنا ماتكلم على جراحات المخ والأعصاب والعبود الفقري وهو تخصص شديد الدقة تخصص حساس جدا اللي ما يعرفش يستخدم التقنيات دي في المجال ده ما يتكلمش ما يتكلمش في المجال ده لأن المجال ده بيضرب به المثل في الدقة العالية طبعا دايما حتى في السينما في السينما آه في الحروب لما كانوا يتكلموا عن حرب العراق وإزاي يبقى فيه قنبلة نزلة النقطة إزاي فيه نيران صديقة قالهم يا جماعة وي دون دو برين سيرجي احنا بنامش عملية في المخ ده معناها إيه ده معناها إن إحنا لما بنتكلم عن عمليات المخ عمليات العمود الفقري عمليات خاصة بالحبل الشوكي أنت بتحدث عن دقة متناهية المليميتر يفرق معاد المنطقة الثلاثة منطقة مهمة جدا لأن أكتر برانش في طب حواليه أوهام هو المخ الأصل أكتر حاجة هو رقم واحد على الإطلاق فنذهب إلى الوه والشك واليقين وه شك أم يقين السؤال القادم سؤال فني جدا برضو الجراحة المايكروسكوبية تتقدم عن الجراحة بالمنظر في بعض الحالات ولا شك ولا يقين لا ده يقين طبعا يعني إحنا كل الأدوات المستخدمة في غرفة العمليات جات بعد مجهود بحسي طويل جدا يعني لم نستخدم المايكروسكوب الجراحي هباء ولا منظرة ولا المنظار الحاجات دي اتعاملت ليه اتعاملت عشان أعمل أصلح أطور زي ما كانت زمان البيوت ما فيهاش غير المراوح النهار دا يعني عايز أقول بقى فيه تكيف بقى فيه تكيف مركزي بقى فيه تكيف صديق للبيئة بيعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي إحنا في كل مرة بنعمل العمليات بالشكل دا عن الشكل دا ليس تحيزا ولكن عشان نساعد المرضى بتوعنا عشان نعمل حاجة كويسة عشان نقدم منتج أحسن ولكن أعداء التطور هم دائما أعداء النجاح هم دائما الكسالة اللي خاد خلاص على أنه هو يعني يخش يفتح ضبه ومفتاح زي ما بيقولوا من نساعد ما خاد بكاليوس الطب لحد ما هيدخل القبر وإحنا اللي بيحسبنا ربنا اجتهادك في العلم دا ربنا بيديك عليها أجر أن أنت تجتهد وتجيب لبلدك حاجة توفر على الناس أنهم يسافروا يعملوها برا وتوفر على البلد عملة صعبة وبالمناسبة على فكرة الطبيب المصري من أكثر أطباء العالم مهارة لو توفرت له الإمكانات لما نبقى إحنا عاملين مكان في كل الإمكانات اللي موجودة برا وجايبين كل المعدات اللي جاية اللي بتستخدم برا دي وننجح ونعمل ده يبقى لازم الناس تساعدنا وعايز أقول إن الإعلام ليرسالة مهمة جداً في هذه الأونة يا جماعة خدوا بالكم من حاجة مهمة جداً اسمها السياحة العلاجية إحنا عندنا صروة لا تقل عن كنوز الآثار التي تعجوا بها مصر زي ما عندنا تلت آثار العالم بس كلها في مدينة واحدة زي الأكسر إحنا عندنا أطباء في منتهى العظمة وأنا يعني بقى أرفع القبعة إنحناء للطبيب المصري اللي من أيام الفرعنة وهو من أمهر الأطباء سياحة العلاجية في مصر يا جماعة دي قضية تحتاج إلى حلقات وحلقات وزي ما أستاذ الفاضل قال في جمل مهمة إن ده طريق مضمون جداً مضمون للسياحة لازم نحافظ عليه ونقويه ونرسخه ويبان فعلاً قيمة الطبيب المصري الموجود في مصر أعداء نه أعداء مصر مش عايزين كده مش عايزين كده خالص طبيب مصري يباني طبيب مصري يظهر مهارته ويتكلم ويقول ويجيب الحاجات دي لا 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 احنا مش عايزين الكلام ده يظهر يظهر بقى الكلام ده بقى يشوف ده الغلاق يتقال بقى بأي شكل والحدة ايه فعلاً دورتنا يا فكرة خليكوا دايماً بعنس الحلم احنا لازم نحيط صياغة تقييم الناس فلان ده كويس مش عشان هو غني أوي أو عنده كذا أو بيمتلك شيء معين كذا لا هو مين؟ هو ايه؟ مش هو مين برضو يعني أستاذ في الحتة الفلانية أو رجل أعمال في الحتة العلنية؟ لا يا باشا هو مين كإنسان؟ صدقيني؟ أو مرضو صدقني كرجل؟ صدقيني انتي لأن ده مهم جداً بالنسبة للستات لما تختاري راجل لازم تختاريه بنعلم عن إنه فعلاً راجل وأنت مش راجل اشتركوا في القناة